اعلن سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الانتهاء من تطوير ممشى كورنيش الفاتح نعم سعادة وزير الأشغال أشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية للمواطنين والمقيمين والرامية إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وخلق متنفس اجتماعي وترفيهي للجميع تحقيقا لتنمية مستدامة لمملكة البحرين وقال الوزير خلف لدى مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي البحريني في ممشى كورنيش الفاتح أن اليوم الرياضي يعد فرصة للتذكير بأهمية الرياضة والصحة وانعكاسهم الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع لا سيما وأن هذين القطاعين يحضيان بدعم قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأعلن الوزير اكتمال مشروع تطوير ممشى كورنيش الفاتح أحد المشاريع المهمة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأوضح الوزير خلف أن مشروع تطوير كورنيش الفاتح يعتبر نقلة في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين فالمشروع تم ربطه مع الممشى السابق على مساحة تطويرية تبلغ 14400 متر مربع وقد أقامت شؤون البلديات برنامجا متكاملا للاحتفال باليوم الرياضي البحريني تضمن عددا من الفعاليات منها مراثون المشي وفحص طبي ومسابقات رياضية متنوعة شارك فيها عدد كبير من موظفي الوزارة